حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروتا بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك عرق فانظري فإذا أتاك قرءك فلا تصلي فإذا مر القرء فتطهر ثم صلي ما بين القرء إلى القرء